مملكة البحرين وبهذا الإنجاز يواصل من سيان كتابة اسمه في سجل الأبطال الذين رفعوا اسم البحرين عاليا في المحافل الرياضية الدولية بعد تحقيقه العديد من الإنجازات العالمية والأولمبية هذا وقد شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب منافسات رفع الأثقال وساند اللاعب غور وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وسمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي والإداري وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن سعادته الكبيرة بهذا الانتصار حيث قدم سموه التهنية والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمر سلمان بن حمد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على هذا الإنجاز الرياضي المميز وأشهد سموه بأداء اللاعب غور من سيان مشيدا إلى أن هذا الانتصار يأتي كنتيجة للعمل الدؤوب والاستعداد الجاد من قبل اللاعب والطاقب الفني والإداري وبدعم ومتابعة من الاتحاد البحريني لرفع الأثقال وأكد سموه أن هذا الانجاز يعد دافعا كبيرا لمواصلة الجهود نحو تحقيق المزيد من الانتصارات وأن مملكة البحرين تسير بخطة ثابتة نحو تعزيز مكانتها الرياضية على المستوى العالمي بعد تحقيق هذا الانجاز التاريخي والذي يعتبر ثمرة لدعم القيادة الحكيمة وبفضل ما يتمتع به اللاعبون البحرينيون من عزيمة وإصرار على رفع علم البلاد مشيدا سموه بالدور البارز للجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد وما قامت به من جهود كبيرة في دعم المنتخبات الوطنية المشاركة معربا سموه عن اعتزازه بالحصيلة التاريخية من الميداليات والتي تعكس التطور الكبير الذي تعيشه الرياضة البحرينية في العهد الإصلاحي الزاهر بقيادة جلالة الملك المعظم متمنيا المزيد من التوفيق والنجاح لباقي رياضيين في اليوم الختمي للأولمبياد ترجمة نانسي قنقر